بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الخامسة تناولنا في الدرس السابق الإجراءات المحاسبية لتصفية شركة التضامن وتناولنا في نهاية الدرس مثال لتوضيح كيفية تسجيل قيود التصفية في شركة التضامن وفي هذا الدرس نكمل حل المثال الذي بدأناه في الدرس الأول أولا تحصيل ديون الشركة يتم تحصيل ديون الشركة عن طريق تسجيل القيد التالي من مذكورين حساب البنك 90 ألف ريال حساب مخصص الديون المشكوك فيها 20 ألف ريال حساب أرباح وخسائر التصفية 10 ألف ريال إلى حساب المدينين كما ذكرنا كما رأينا أنه صاف المدينين في قائمة المركز المالي للشركة عند التصفية 100 ألف ريال وتم تحصيل مبلغ 90 ألف ريال ظهر حساب المدينين في قائمة المركز المالي عند التصفية بمبلغ 100 ألف ريال وتم تحصيل مبلغ 90 ألف ريال بمعنى أن هناك مبلغ 10 ألف ريال يمثل خسائر تصفية يعتبر أن المدينين مبلغ صاف المدينين 100 ألف ريال وتم تحصيل مبلغ 90 ألف ريال وبالتالي أن هناك خسارة بمبلغ 10 ألف ريال تسجل في حساب أرباح وخسائر التصفية الشيء الثاني الذي تم بيع المخزون السلعي وتم بيع المخزون السلعي بمبلغ 170 ألف ريال وبالتالي يكون القيد من حساب البنك 170 ألف ريال إلى مذكورين حساب المخزون السلعي 150 ألف ريال وحساب أرباح وخسائر التصفية 20 ألف ريال وكما هو ظاهر في قائمة المركز المالي فإن حساب المخزون السلعي يبلغ 150 ألف ريال وتم بيعه بمبلغ 170 ألف ريال بمعنى أن هناك أرباح ناتجة عن بيع المخزون السلعي بمبلغ 20 ألف ريال تسجل في حساب أرباح وخسائر التصفية الشيء الثالث الذي تم بيع الوصول الثابتة وقف لحساباتها وحساب مجمع استهلاكها وكما هو ظاهر في قائمة المركز المالي أنه صافي الأصول مليون ريال تم بيعها بمبلغ 900 ألف ريال بمعنى أن هناك خسائر ناتجة عن بيع الأصول الثابتة بمبلغ 100 ألف ريال تسجل في حساب أرباح وخسائر التصفية علي يكون القيد من مذكورين حساب البنك 900 ألف ريال بمبلغ البيع وحساب مجمع استهلاك الوصول الثابتة 300 ألف ريال وحساب أرباح وخسائر التصفية 100 ألف ريال إلى حساب الوصول الثابتة مليون 300 ألف ريال بمعنى أن هناك خسائر ناتجة عن تحصيل ديون الشركة بمبلغ 10 ألف ريال وهناك أرباح ناتجة عن بيع المخزون السلعي بمقدار 20 ألف ريال وهناك خسائر ناتجة عن بيع الأصول الثابتة بمبلغ 100 ألف ريال تم تسديد ديون الشركة والبال قدرها كما هو الظاهر بقائمة المركز المالي 300 ألف ريال وتم تسديد هذه الديون وبالتالي يكون القيد من حساب الداعينين إلى حساب البنك 300 ألف ريال 300 ألف ريال توزيع أرباح خسائر التصفية بين الشركاء بنسبة 50 ألف ريال لكل شريك وخسائر التصفية بلغت 90 ألف ريال باعتبار أنه تم تحصيل المدينين بخسارة بلغت 10 ألف ريال وتم بيع المخزون السلعي بصافي ربح قدره 20 ألف ريال وبالتالي أنه هناك ناتج عن هاتين العمليتين ربح صافي قدره 10 ألف ريال وتم تحصيل تم بيع الأصول الثابتة بمبلغ 900 ألف ريال وبالتالي هناك خسارة تبلغ 100 ألف ريال وربح ناتج عن بيع المخزون السلعي 20 وخسارة ناتج عن تحصيل بند المدينين 10 ألف ريال وبالتالي أنه هناك صافي قدره بلغت 90 ألف ريال صافي قدره بلغت 90 ألف ريال يتم توزيع بين الشركاء بالتساوي 45 ألف ريال رأس مال الشريك زيد و45 ألف ريال رأس مال الشريك عمر إلى حساب أرباح وخسائر التصفية مبلغ 20 ألف ريال توزيع النقدية الباقية بين الشركاء وقفل حسابات رؤوس أموالهم بعد ذلك الخطوة بعد توزيع أرباح وخسائر التصفية بين الشركاء يتم توزيع النقدية الباقية بين الشركاء وقفل حسابات رؤوس أموالهم وهي كالآتي من مذكورين 455 ألف حساب رأس مال الشريك زيد 455 ألف حساب رأس مال الشريك عمر إلى حساب البنك 910 ألف ريال من أين جاءت 910 ألف ريال؟ جاءت كالآتي هناك تم تحصل ديون الشركة بمبلغ 90 ألف ريال وتم بيع المخزون السلعي بمبلغ 170 ألف ريال وتم بيع الأصول الثابتة بمبلغ 900 ألف ريال وهناك رصيد في حساب البنك كما هو ظاهر بقائمة المركز المالي 50 ألف ريال وتم تسديد ديون الشركة بمبلغ 300 ألف ريال الباقي بالبنك 910 ألف ريال يوزع بين الشركين بالتساوي واقع 455 ألف ريال لكل شريك ترجمة نانسي قنقر